ناخد سريعا مجموعة من الأخبار المحلية زي ما اتفقنا أول مبارح بدايما عندنا جزء مهم طبعا محلي بين وجاري الأخبار المحلية وطبعا الجزء الأكبر هيبقى أمم إفريقيا النهاردة مركز تسوية والتحكيم عارفين نادي الأهلي كان رفع لجنة التظلمات ثم رفع لمركز تسوية والتحكيم بيختصم فيه اتحاد الكورة لمسألة تأجيل المباريات ونهاية الدوري إلى ما بعد أمم إفريقيا مسألة القيد الإفريقي وهل هيحاوي أيده ولا هيفوت عليهم معادل القيد والكلام ده كله النهاردة مركز تسوية والتحكيم أجل لتنين يوليا اتنين يوليا يعني بعد أمم إفريقيا ما تنطلق بفترة ليست بالقليلة وبعدين أجل أيضا لإلزام دفع المصاريف نتيجة أن الزمالك عمل تداخل مع اتحاد الكورة فيما يتعلق بشكوى النادي الآن يعني الزمالك عمل تداخل مع اتحاد الكورة متضامنا معه ضد شكوى النادي الآن أنا الموضوع ده لا يسعدني على الإطلاق محدش يزعلمني هذا الموضوع لا يسعدنا على الإطلاق ليه؟ يا أخوانا اتحاد الكورة هو الأب الشرح الزمالك ابن لاتحاد الكورة والأهل ابن لاتحاد الكورة أشوف أنه الأبن ما يتضمنش مع الأب ضد الأبن الثاني وهو الأهل وزمالك دول إخوات الأهل وزمالك دول إخوات طب الأبن اختصم الأب اللي هو الأهل اختصم لأسباب يراها من وجهة نظريه مقنعة أو على الأقل بيثبت حقه في الموضوع أو ما أنا أجيب الأخ بقى اللي هو الابن الثاني اللي هو الزمالك مع اتحاد الكورة ضد الأهلي مش كلمة ضد تقيلة شوي يعني لإثبات وجهة نظر اتحاد الكورة أنها صحيحة أنا أشوف ده لأ بصراحة يعني وكان يجب على اتحاد الكورة أنه هو يطلب من الزمالك أنه بلاش دي لأنه إحنا مش عايزين احتقان يا جماعة إحنا كلنا أسرة واحدة اتحاد الكورة والأهلي وذلك كله أسرة واحدة الأهلي حابب أنه هو يعني يثبت أنه كان على حق ماشي لأنه كان أخذ قرار مجلس إدارة أنه مش هيلعب وكده وكده وبعد أكيد هيلعب أنا قلت دفي حينه فحتى يظهر أمام الرأي العام أنه هو الرجل كان بيدافع عن حق من حقه قوي سيبه يثبت حقه مش هيودي ولا يجيب لأنه المباريات هتتلاعب بعد أم أفريقيا والدوري سيكتمل وكلمة الانسحاب غير وردة في قموس النادي الأهلي أو أي نادي على الإطلاق فخليه يثبت حقه وهذا حقه ويثبت حقه لكن بقى نخش مع كذا دي مسألة أنا شايفها ما كان يجب أن تكون وكان يجب على اتحاد الكرة أنه يشكر نادي الزمالك على أنه هو بيسنده بس في نفس الوقت يقوله لا أنت ابني والأهلي ابني لأنه الأب هو اتحاد الكرة هذا أمر